نمرة سبعة كلمة الشكر نشكر ربنا وكلمة الشكر هنا بتدينا روح مسيحية للمكان للبيت وزي ما كنستنا بتعلمنا نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نشكرك يا رب على نعمك الكتير اللي بتدينا كلمة الشكر وكلمة الشكر ده هي على أصغر حاجة وكلمة الشكر ده هي تبقى في لسانك ولسانك بالسمرار نشكر ربنا في المكان الفلاني في الشغل الفلاني في المرتب الفلاني في العمل الفلاني في الشقة اللي عاديين فيها في البيت في الحاجات اللي موجودة عندنا في ملابسنا في صحتنا في خروجنا كلمة الشكر نشكر ربنا وليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر يعني البيت ما يزددش هو وهي هو خطبها وقسرتها سألوا عندك شقة فقال لهم آه فقال لهم شوفها رحوا شوفوا شقة قالوا لا ما نتعجبناش الشقة دي فكت الخطوبة السنة ست شهور وخطب بنت تانية هو كان إمكانياته محدود شاب عندك شقة آه عندي شقة طب عادين نشوفها لا الشقة دي في الحتة دي مش مناسبة الكلام اللي بتقال في مثل هذه المواقف صاحبنا تعقت بعد سنة رح خطب بنت وهو قاعد وياهم ما قالولوش عندك شقة فاستغرب فهو اللي فتح الكلام قال لهم مش هتسألوني عندك شقة فاردوا عليه رد لطيفة وقالولوه يعني معه بما انك جاي تخطب ضروري عندك شقة قال آه أنا عندي شقة بس لازم تشفوه قالوا احنا مفيد اي شقة في اي مكان المهم من الإنسان لازم تشوفوه راحوا تلبنت وياه شافوا شقة قاعدت تمدحها شقة دي كويسة وما كانها حلو وقالت صفاتها الحلو بعد كذا شهر اتجوزوا قصة دي حقيقية بعد كذا شهر اتجوزوا شغله بعد شهر من جوازه منحوا شقة في اعمارات جديدة بيعملها مشروع فبسأله بقول له فلان مبروك الشقة قال لي ده علشان فلانة اللي هي بقت مراته رادية رادية من قام الخطوبة لأنها رادية ربنا باعت الشقة الجديدة دي ودي احسن مئة مرة من اللي احنا فيها وابتدينا فيها حياة الرضا حياة الرضا مرتبطة بالشكر جدا والبيت اللي فيه كلمة التزمر ودي كلمة مش من كلمات الكلام الحسن يعني التزمر الدائم يضيع بركات البيت يبقى ربنا عمال يعطي بركة وصاحبنا هو أو هي متزمريتم البركة تمشي يصير البيت بلا بركة بلا بركة كلام الشكر نقطة تانية أو نوع تاني من الكلام اللي هو كلام الإرشاد الإيجابي مش كلام الأوامر كلمة الإرشاد يعني بيرشد هو أو هي بترشد بس بصورة إيجابية كلمة الإرشاد بصورة عامة الكلمة الإيجابية فيه مثلا اللهم لما تيجي تصحي عيالها عشان يروحوا الكنيسة تقول له فلان مش هتقوم تروح الكنيسة ولا تأخرت في الودي اللي نايم هيقول إيه تأخرت ده جات من ماما ده ماما عطتني المبرر إن أنا تأخرت أكمل نوم وفي كلمة إن أنا برشد بطريقة محببة لولدنا مصحوبة الكلمة بالحب مش بالأوامر أو النواهي مش بكلمة لازم أحيان هي بتحب تروح الكنيسة كتير لكن هو ظروفه يمكن ما بتسمحش إنه يكون بنفس الكترة تكون هي ما بتشتغلش وقتها متوفر شوية هو يكون شغله يوم أجزته بيبقى تعبان ما بيقدرش في كل يوم أجزة يقدر يكون وياه بتختلف الأحوال يعني إزاي نتعامل مع الأمر برفق بحنية بمشورة إيجابية بروح الإقناع بروح التشجيع يعني أنا بفرح لما بحضر الأداس وياك هو الأداس هو الأداس بس وجودك ووجودي وياك أو وجودك ويايا بيسبب لي نوع من الفرح حاجة إيجابية كلام الإرشاد الإرشاد الروح مثلا ممكن نختلف في حاجة طب إيه رأيك نصلي للادي وبكرة الصباح رباح ربنا يحل الموضوع بك طب إيه رأيك نروح ناخد إيه رأيك ما ناخد مشورة فلان أو فلان سواء حد من الإكليروس أو حد من العائلة ناخد مشورة فيه توجيه إيجابي كده رقيق في الأمر